السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا يليوم الثلاثة خمسة وعشرين دول قعدة الف واربعمية واثنين واربعين هجرية لموافق لستا يوليوز شهر سبعة الفين وواحد وعشرين ميلادية. اولا ما قبل كل شيء نهاركم بروك. تمنى تكون على خير وبخير. وبغيت كذلك نشكركم بزاف بزاف اهلي واحبابي واصدقائي اخوات المساندات القناة. شكرا بزاف بزاف للدعم ديالكم. كنتمنى تديروا اللايكات كما دائما. والناس اللي كتشوفوا القناة اول مرة تفضل شوف فيديو هات اخرين. واذا اجبك محتوى دي القناة فشتارك معنا وبرتاجي معا الاصدقاء والاهل ديالك. اذا المواضيع ديال اليوم هما جوج موضوع مواضيع يعني موضوعين رئيسيين اللي هما ميناء بورتيماو. اياه. غادي نوليو نهضر عليه مرة اخرى. لان بحلقوا لكم مرة اخرى. يعني المواضيع اللي كان عملنا في القناة. ماشي غير كننود ولا كننحلم داكشي وكان نقول يمان ديال هذي هذي. لا لا. لان الاسئلة تتكرر. وبالتالي. في يعني مدام تتكرر الاسئلة لا في الخاص ولا في القناة ولا في الانستغرام. فيعني هذك الموضوع سنين ولا نهضر فيه مرة اخر. اليوم ان شاء الله رحمة الرحيم كندن غادي نوضعوا حد القضية ديال ميناء بورتيماو علاج. اه. غادي نوريكم الموقع ما ينجيبوا الخبر الرسمي. باش ما تبقاش يعني. هذا قالوا لديك اليوتيوبر قالوا لا. طبيعة الحل شوف اما كان نقش من القيمة ديال اليوتيوب. كان دل اليوتيوب اه اعطاه من نتائج ايجابية جدا. ما كان هنضرش على القناة ديالي. القناة ديالي فيها شوية ديال الناس. ولكن يعني اه بتتبع الاحداث فكان كي يأبليجي بين قوسين ان يكون هناك تواصل من طرف الوزارات المعنية المغربية ما بين الوزارات والجالية المقيمة بالخارج. ولكن غير باش انت تتأكد يعني باش موريك واحد المصدر اللي غادي تجيب منه الخبر الموثوق. وكل مرة دخل لي نشوف ذاك الشي بلا ما تبقى تناشي واحد يعطيك الخبر. وانا كذلك يعجبني بان المسافر يتحمل المسئولية دياله. وبالتالي ذاك الخبر انت اللي غادي ذاك الموقع انت تجيب منه الخبر وتتحمل المسئولية ديالك. هذا فيما يخص الموضوع الليول. الموضوع الثاني غادي نهضروا على بريطانيا تلغي قيود ديال الكورونا وهد شي هذا. ويعني عاي حيدوا الكمامة وذك شي. هاد المرة هدي ماشي غيفل هوا التلق وخصي احترام المسافة. لا لا. صافي حيدو ذاك شي مرة قال لك ما كين لا مترو ما كين لا مسافة الامان لا مترو لا جوج مترو لا لا في الداخل ولا في الخارج صافي اللي خوفان وبغي يبقى بها يبقى بها يبقى بها. واللي هدا بالنسبة للدولة صافي ما غاديش تبقى داك القيود هادك. رغم ما ان بريطانيا يعني في هاد المتحور الجديد دلتا ولا الهين ديكتار. ولكن يعني صافي جونسون هادك رئيس ديالوزراء يدعو الى التعايش. كي يقول لك صافي واش احنا غادي نبقوا هايدا. موهم غادي نقرأ معكم موضوع كذلك. وغادي تفهموا بنفسكم كذلك. اذا على بركة الله اول حاجة. قدي ندخل معكم. نمركم. بلات نعمل البنتاياتو باش نشو ما تشوفوا الموقع بالضبط. اذا كي ما كتشوفوا هنا يا هدا هي هو الموقع الرسمي ديال الميناءات هادي واحد الشركة ولا وكالة مسيرة للميناءات ولا المرساس ديال الجربي. الجهال اللي فاين كين بورتي ماو. هنا يا كين واحد الميناء سميتوسينس واحد فارو واحد بورتي ماو. احنا يا خصنا نعرف الاخبار ديال بورتي ماو فين واصلة. كتسكي هنا يا فبورتي ماو ياك. من بعد ها انتا بورتو ديال بورتي ماو يعني سا في ميناء ديال بورتي ماو. هناك يمزاف ديال الانشيطار رياضيات ثقافية المتيروغية يعني الاحوال ديال التاقس كذا. مهم لي كي همنا احنا فاتشهاده كامل هو هاد البنتانية هادي هنايا. الاس كي يقول لك شوف هنايا بالاسبانية وبالانجليزية بروجيكتو دي كونيكسيون ريجولار دي فيري انتري بورتي ماو تانخير. ها هو هنايا فين عنجبروحنا الجواب على الاسئلة ديالنا. هنا يكين انجليش وكاستيانو يعني ستقدر ساعملون بجو اللغات الناس ديال الفرنسا عالمانيا هولاندا كدارة ستسملو بالانجليزة. وريداتكم راتبات الحلقة لين شوية ديال انجليش يعني ستقدروا تعاونو. وكي الناس كدك اللي كتسهر عليها الاسبانية. اذا احنا عادين دخلو هنايا نشوفوا فين واصل هاد المشروع هادا وسيدي. كتسكي هنا يا. قد دخل كالجبر هنايا بالانجليزية ها هو. بعد الصفحة خاصة غير تانخير بورتي ماو ها هي فيري انتري بورتي ماو يتانخير. هنا يبطابعة الحال كيز بقول لغا ديالوم. البرتغالية هنايا بالانجليزية يعني الان اه كان نعلموكم بان الامور التقنية ديال المارسة ولا ميناء بورتي ماو يتم قيد الدراسة ولا يتم دراستها. معا يعني بالتعاون مع اه يعني المالكي ديال السفون ولا مالكي الشركات ديال نقل ديال السفون رحالة البحرية. والسلطات يعني كي قصدو هنا السلطات البرتغالية والمغربية. باش يعني يشوفو واش عادي عملو هاد الخط ما بين بورتي ماو وطنجا. از ديس تايم. اه كي نتاب انجليزية هنا تاب اسبانية. از ديس تايم فاد الساعة ها دي. it is not possible to confirm whether the connection will be established. فاد الساعة ها دي ما عنا شي ما نقولو لكم. يعني ما نقدروش نقولو واش غادي يبدأ هاد الخط هادا وفوقش غادي يبدأ. از سون as there is more information about this project it will be posted on this side. ها يعني من اللي عدي تكون عنا شي معلومة على هاد البروجيكت وعلى هاد المشروع هادا غادي نعملوها هنا يا فهاد الميناء هادا غادي تسمعوها. فهذا الموقع هاد. فيعني في الموقع ديالوم الرسمي يا الاخوان صافية باش الواحد يعني يعرف مين يجيب الموقع الرسمي. هنا يا بالاسبانية نفس الكلام كيتعود. سيوم فورما كيستاني بالواندولاش كونديثيونيش هاده هاد لان اللي علمكون بي أنه يتم درساط للأحوال التقنيا والليه ديال الواحد لالميناء پرتيماء پرتيماء junto كون للسهربية عربة عرب دورز على سوبون والسلطات كون فين ديانيشيون دي فرع بين پرتيماء وطنجير. ودالك من عجل يعني انشاء وحال خطما بين پرتيماء وطنجير. نعملوها هاد هي دقيقة نو إس بوسبلي كنفرماو سي سيستابليسرا لكونيكسيون. ما نقدرس نقول لكم وش عادي يكون هذا الخط هذا فالساعة ولا إلا. طان برونتو كومو آية ماس انفرمات من الليكو عنا معلومات جديدة و يعني نتوصلون شي نتيجة. صبري ايستو برويكتو حاول هاد المشروح هذا. سي ببليكرا ان استي سيتي ويب. يعني غادي نألموكم فهاد الباخينا ويب هادي. إذن الإخوان أنا غادي نخلي لكم فأول تعليق ولا صندوق الربط هاد الباخينا. ولا ولا نسيت. مو مو ديك ساعة نقولو هالي كل واحد نصر دلولة مو مو ديك ساعة قولو هالي من الحطة. آآ صافي. ها هو الخبر ما بقى ما نزيد. ما نشراح ونملح فيها. هو مشراح ونملح راسه بنفسه. تفقنا ذي إخوان. إذن ده بغادي ندوز ندروع لقضية ديها البريطانيا وإلغاء القيود. إذن كتشوفو هنا هي العنوان بريطانيا تلغي قيود كورونا وتدعو للتعايش. هاد الأخبار هاد عادي تجبره في في جميع أخبار العالم. انا اخترت هاد الجريدة هادي لأنها يعني باللغة العربية عادي تسهل لي التواصل معكم. بريطانيا تعود الى الحرية. هنا هيك يقول لك. عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونشون امس الاثنين خططه لرفع آآ آخر قيود صحية في انجلاترا خلال الأسبوعين. يعني من دبا أسبوعين عاي يكون صافي رفعوا القيود كاملة. داعيا البريطانيين الى تعلم كيفية تعايش. وانا هاد الشيء ده كي يبقى اللي منطقي. صافي نتعيش مع هاد المرض هادا واش نعمقوا محبوسين نحياتنا كاملة. بحضر مع الفيروس يعني دروري الحضر كما لو انه انفلونزا. يعني صافي يقول لي مرض عادي واش المرض عايبقى عايش معنا دايما نحنا عمقوا دايما محجوزين مقهورين. صافي هاد الشيء اللي قال السيدنا كبالي توبيلو جيك ومتأكد بان انه ما عد تفهمون معي على هاد الامر هذا. وقال جونسون اليوم سنعرض الطريقة التي سنعيد فيها الحريات. ها هاد كلام دخم. يعني الحريات بنادم. مشيرا الى حملة تلقيح ناجحا. لكنه دعا في الوقت نفسه الى الحذر مؤكدا الوابع لم ينتهي. وان على الشعب تعلم كيفية تعايش مع الفيروس وابداء الفتمة. كلام في محل هاته دي. فيما القى وزير الصحة ساجد جاويل كلمة أمام النواب فصل في هذه الإجراءات بينها بالإجراءات المتلل الجدل بشأن تخلي عن إلزامية وضع الكمامة يعني يقول لك صافي الكمامة وعند ينتخلل عليها في الأماكن العامة على الرغم من تزايد الإصابة بالمتحولة ذلك وكان من المقارن رفع تلك القوية في 21 يونيو غير أن هذا الموعد أرجع لي شهر بسبب انتشار المتحول الجديد للشديد العدوى والتي بتتتمثل حاليا أغلب حالة الإصابة في المملكة البريطانية خارجة بريطانية الدولارة تعدى عدد الوفايات بعدها روسيا تدريجية من إغلاق الثالث فصل الشتاء لكن بعض القيود بقيت سارية مثل العمل عن بعد وإغلاق المقاهي الليلية أو إحضار تجمعات الكورة ذات السعة الكاملة وخففت هذه الحكومة إجراءات التجمع بهداء إفساح المجال أمام 60 ألف مشجع لحضور هذه الأسبوع نسف نهائي ونهائي كأس أوروبا دي الكورة القدم يعني خلوا يدخلوا لنا الصف يعني هذا الشيء ذاكي باللي أنا معقول فكما قلت لكم عادي يحيدوا جميع هاد التفصل اللي يفصل في البرلمان شنو كيقول فيه كيقول لك ما عاديش يعني عادي تحيل كما ما فقط ما بغيتي سواء فوسط المقهى فوسط المطعم بر المطعم بر المقهى وخاي يكون ما كينش داك مترونوس ديال التباعد الاجتماعي كده يقول لك يعني بأن الحر ينتزول ولكن التازم الحيطة والحادار بالنسبة الناس اللي كدد دخل للطبيب هذا ما كينش ديال قادية ديال بحليه نفس بانيك يقول لك حي داعي في الهواء الطلق ومن اللي كتجي تشوف القيود كتجبار المكان الواحد يتقدر تحيده فيه يمن يتكون كتعم فهمت إلا كنت ماشي في ترانسبور للا لكن ديال قدامك شي واحد للا إلا كن فهمت يعني أنا كيبال لي هات الشي هذا قادية ديال التعايش كيبال لي أمر حتمي وإلا رح نعمقه دائما يعني بحليم السجوني مهم الإخوان نكونوا صالة النهاية ديال الفيديو شكرا بزاف على التتبع ديالكم إلا كنت بقيتها هالساعة عمل لايك وتشاركوا مع الأهل والأصدقاء وإلى فيديو قادم إن شاء الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ونهاركم مبرك